يوم آخر من مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ منتصف الشهر الماضي رغم ما تواجهه من تباين جلي في مواقف الطرفين وفقا لمراقبين المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد جلسة مشاورات تنائية بحضور أربعة أشخاص فقط من كل من وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين جلسة مباحثات اختتمت كسابقاتها دون تحقيق تقدم حيث أعلن وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي أن هوة الخلاف مع وفد الانقلابيين واسعة فبحسب عبد الملك المخلافي يسعى وفد الشرعية إلى عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع فيما الانقلابيون يفكرون فقط بالسلطة عبر المطالبة بحكومة توافقية المخلافي جدد اتهامه للميليشيات الانقلابية بتدمير المؤسسات والقوانين والجيش وعرقلة المفاوضات عبر تقديم ملف اقتسام السلطة على استعادة الدولة وبينما يتواصل الجدل في الجلسات التي تجمع أعضاء الوفدين لم تحقق اللجان الفرعية تقدما يذكر وفقا لمصادر مطالعة فاللجنة السياسية لم تناقش أي من القضايا المسندة إليها بسبب تباين مواقف الطرفين وعمل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية يتوقف على نتائج أعمال اللجنة السياسية أما ملف الأسرى والمعتقلين فيراوح مكانه حيث لم يحسم النقاش بعد آلية الإفراج عن نصف المعتقلين لدى الطرفين والجدول الزمني للإفراج عنهم